أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول إذا كان الإمام حافظاً للقرآن ولكن حفظه ليس متقناً فهل الأفضل له أن يسلي بالناس في رمضان حفظاً أو يقرأ من المسحف؟ إذا كان لا يتقن القراءة حفظاً فيقرأ من المسحف ولا يقع في الأخطاء أو يقرأ من المسحف أما إذا كان يتقن القرآن حفظاً فيقرأ حفظاً هذا هو الأصل المسحف إنما يجوز القراءة به عند الحاجة أما إذا استغنى وصار حافظ متقن للقراءة حفظاً هذا يقرأ حفظاً أفضل؟ نعم